وأضف الرئيس السيسي أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز وأشار الرئيس السيسي إلى حجم تضحيات التي دفع ثمنها المصريون في الحرب والسلام وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها طيب إحنا دلوقتي في تحديات قدامنا أكيد لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها لازم تكونوا متأكدين يا مصريين أن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمنى مع بعضنا مع بعضنا الحكايات التمانية اللي جات النهاردة حكايات لبيوت بسيطة لناس بوساط جدا موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في الظروف صعبة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على الظروف مدية ونحقق كل اللي إحنا بنتمنى كما وجه رئيس سيسي بإنشاء يحي باسم الحجة فرحانة في سيناء ومحور رئيسي بالقاهرة تقديرا لمجهودتها جاء ذلك في كلمة سيد رئيس خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر مش حنسة أننا عايزة أشوف أنس اللاعب بتاع أسوان ومش حنسة أننا أقول أن الحجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سيناء وفي مصر في سيناء وفي مصر الحجة فرحانة الست العظيمة النموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم والنهاردة ربنا يا ربي اديها العمر والصحة بنقول لها متشكرين وأرجو أن احنا نواجه لها التحية كلنا لو سمحتوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر